اشتركوا في القناة هل هؤلاء الانبياء عملهم كان لغوا والعياذ بالله كلا وظيفتهم ان يبلغوا هس الناس ما استمعوا الى كلامهم هذه مشكلة الناس وليست مشكلة الانبياء وهؤلاء الانبياء اذا كانوا يعلمون بان النتيجة هي ان الناس سوف لن يؤمنوا بهم هل كان يبقى وظيفتهم التبليغ الجواب نعم لانه الله سبحانه وتعالى امرهم بذلك طبعا الله لا يأمر بعمل عبث وعمل لغو وانما الله سبحانه وتعالى يختبر الناس اذا يعذبهم قبل ان يرسل اليهم الرسول هذا عقاب بلا بيان وهذا قبيح عقلا لذا الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى يعلم بانهم متمردون لكن اذا يعاقبهم قبل ارسال الرسول هذا عقاب بلا بيان وهو قبيح فالله يأمر الانبياء بان يذهبوا اليهم ويأمروهم باوامر الرب سبحانه وتعالى ينهونهم عن الفحشاء والمنكر والله يعلم بانه يعصون ولكن تتم عليهم الحجة فالله سبحانه وتعالى اذا يعذبهم في الدنيا والاخرة هذا العذاب يكون عن استحقاقهم ولا يعارض رحمة الله سبحانه وتعالى ولطف الله ولا يكون ظلما انت احيانا تعلم بان هذا انسان متمرد بدون ان يصدر منه تمرد خارجي تعاقبه هذا لا يجوز لكن انت تأمره فيتمرد فيستحق العقاب الله سبحانه وتعالى يريد ان يختبر الامة كيف يتم اختبار هذه الامة اختبار هذه الامة كان عبر الامة عليهم الصلاة والسلام جعلهم الميزان فلذلك امر الامة عليهم الصلاة والسلام باعمال هس الامة ما اتبعوهم النتيجة المرجوة لم تحصل لكن الغرض في اختبار الامة قد حصل والامام يعلم بانه سوف لا يصل الى النتيجة المرجوة لكن مع ذلك لانه وظيفته يؤدي تلك الوظيفة كما ذكرنا مثال في السابق مقاتل في ساحة القتال يعلم بانه ان صمد في موقعه ولم ينهزم سيقتل نقول له انت كنت تعلم بان الهزيمة قد حلت بكم لماذا لم تنهزم يقول انا وظيفتي ان ادافع عن بلدي الى ان اقتل حس النتيجة لم تحصل والعدو سيطر هذه لا ترفع مهمتي مهمتي الدفاع الى حد القتل حتى الله سبحانه وتعالى نهى عن الانهزام والفرار من الزحف حتى لو تقتل لا يلام هؤلاء الذين يدافعون عن اوطانهم دفاعا شرعيا اذا قتلوا ولم تحصل النتيجة وحتى هو يدري هم تحصل النتيجة يعلم بان العدو عدده وعدته اكثر وانه سيسيطر على هذه البلدة لكن هذا الانسان اذا ذهب وقاتل الى ان قتل يمدح من قل له انت غرضك ما وصلت اليه لان العدو سيطر انت لو كنت تنهزم العدو كان يسيطر وانت حي الان ان لم تنهزم العدو سيطر وانت قتيل وكنت تعلم بهذه النتيجة هل يلام هذا المجاهد الذي يدافع عن وطنه كلا لا يلام لماذا يقول لان الدفاع وظيفتي ترجمة نانسي قنقر